السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محويكم تلميذ سنة رابعة متوسط في هذا الفيديو اليوم سوف نرى تسك نمبر 2 نبدأ على بركة الله نقرأ التكست ونجاوب على الأسئلة اللي ما شفش الشرح التكست هذا راني شرحته لكم في فيديو سابق يحلينا هذا تسك نمبر 1 اذا كنت تلقى الشرح الفيديو الشرح هنا في الربط هذا الفوق ليك عنيه بركة اوكي 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 جاوب بصحيح او خطأ ديب هو كتب مصرحي كما شيك سبير نعم لانه في النص قلنا هو بلاي رايت فكشن تريلوجي الثلاثية الخيالية هي عبارة على سلسلة من ثلاثة روايات فارمينج كنتينويس سوري قلك اوكي تشكل لنا اوكي اوكي روايات متواصلة نعم ترو سي ران اندو ويلد تور قالك الجري في الشاطئ البري هابيل وذلوم قالك هذو في ثلاثة هام ثلاثة ثلاثة تريلوجي يعني قالك هذو ثلاثية تعديب لا لا خطأ فالس علميش الليلو ثلاثية تعديب في النص في الفقرة اللي قلنا هي The big house The fire وذلوم اوكي اوكي هام The trilogy tells About Algeria During the Period من 1954 حتى motto 1962 لا لا خطأ فالس اوكي فالس هي من ها هي من 38 حتى 1942 صحيف هاذي قالك التريلوجي الثلاثية هذي تحكي قصة الرواية التعالجزائريين اوكي The trilogy showed how the Algerian people became aware يعني يكونوا يردوا بالهم يردوا بالهم of the necessary to fight for freedom من أجل القتال على الحرية يعني ورط لهم الضرورية باش يحاربوا من أجل الحرية نعم true نعم صحيحة deep road for the rich not for the poor لأنه كتب من أجل هاي هنا he wrote for those who are disposed the set through economic exploitation راني شرحتها يعني in another word اللي هي poor كتب من أجل الفقراء who or what do the words in the bold type in the text refer to قالك الكلمات هذي كان باللون الأسود الغامق على من تعود احنا يديت لكم الإجابة عندي he is محمد ديب which تعود على early fiction trilogy وعننا التريلوجي اللي هي الثلاثية هذي تتهزها من النص راني كتبت لك غير عنوين بارك انت تتهزها قد قد la grande maison تكتب حدها the big house وتكتب حدها التاريخ l'incendie اللي هي the fire النار و the loom اوكي تكتبها من التكست عندنا free عندنا plight ها هي plight قالك وش تعني في النص هنا يا معناتها dangerous situation يعني محنة مأساة difficult situation اوكي يعني حالة صعيبة ولا حالة خاطرة بعدها قالك هنا يا في الرابعة which tenses are used in the text يعني الأزمينة اللي استخدمها في النص وش هي وبرري إجابة تعك علش خدمها علش يوضف هذ الأزمينة عندنا وش راح تقول the tenses ننتغر شوي برك the tenses are present simple tense و past simple tense علش اللولة present simple tense علش he used the present simple to describe the contents of محمد ديب's work باش يعبرنا أو يوصفنا المحتوى انتاع الأعمال انتاع محمد ديب number two he used the past simple to deal with the novelist who is now dead قال لك علش لأنه قاعد يحكي على القصة اللي فاتت أو الماضية انتاع محمد ديب اللي هو الآن ميت اوكي ها هي وقاعد ثاني قلنا على past action past action أو أحداث صرت في الماضي action هي أحداث أحداث what did what he did وش عمل وش dare أوكي نروحوا للمبر five هنا أوكي find in the paragraph the opposite of early هنا قلق تلقاها في paragraph number one اللي هي later later عفوا later اللي هي متأخر find in the text the walls that are closest in meaning to the following راح نجيبو الشرح انتاع هذ الكلمات أوكي هنا عندي شرح انتاع الكلمات وراهم واستنوا هاهم هنا عندنا هذه a dramatist a playwright معتها كاتب مسرحي tells a story recount معتها يروي يروي the fight اللي هو القتال نقوله the struggle أوكي to describe اللي هي to portray وصف considered هذه considered أوكي نوضحها بركب استيلو considered 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 viewed writer نقوله author الكاتب نقوله كاتب writer ولا نقوله author the human race معتها الجنس البشري نقوله mankind اللي هي البشرية وزيد عندنا هنا many اللي هي severance ها هي شرحت هالك هنا severance خلاص درناها مكامل أنا ما أظن درناها مكامل what type is the text راح نقوله هنا الإجابة هذه a combination of different types اللي هي descriptive و narrative 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 معنية نصر وصفي علاش ها هي علاش الإجابة هنا نصر علاش لأنه سرد بيографical narrative biographical narrative يعني أعطانا وقت شولد وقت شمات وين ولد وين مات هذا هو علاش because تكتب هنا يا because because biographical narrative وتكتب له مثلا birth death place of birth place of death برك وصفي علاش وصفي لأنه because it describes it هن شكون هو it هن هو text النص because it describes the contents in محمد ديب's novels لأنه وصف لنا المحتوى نتاع الروايات اللي تخص محمد هديب أخلاص عندنا هنا رقم ثمانية which paragraph mentions list of the themes or topics يعني الparagraph اللي ذكرت لنا القائمة نتاع المواضيع dealt with by ديب in his novel اللي تناولها ديب في الروايات التاعه هنا يا ديب في الparagraph number two يحكي لنا على الروايات اللي تناولها محمد ديب paragraph number two هاي paragraph number two احنا which of ديب's novels was made into a famous algerian tv series قل لك هنا وش هي الروايات اللي تحولت الى مسلسل جزائري مشهور في 1974 قل لك انا ما عرفتش الاجابة حوس عليها في الانترنت هنا يجبت لكم الاجابة اللي هي الروايات اللي هي la grande maison the big house was made into a famous algerian tv series by the director مصطفى بديع in 1974 هذه هي الاجابة حبيبتي نتمنى انه وصلت لكم المعلومة بابسط طريقة ومعلكم غير اكدروا لجام جمجمو حبيبتي باش نواصل معكم الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة